ولكن هذا بالفعل سؤال كبير بالنسبة مرة أخرى دولة الاحتلال الإسرائيل التي بنيت بهذه الطريقة الآن وهي الآن بحسب ما ذكرنا قبل قليل الصراع الداخلي الصراع السياسي والعسكري والأمن حتى داخل المدن المحتلة في تل أبيب وغيرها وعدم الاستقرار الأمن في هذه المدن ما الذي ينتظر هذه الدولة؟ بالفعل اليوم الصواريخ هي تنهار الآن وحالة رعب وهروب كما ذكرنا من أيضا المستوطنات في غلاف غزة هروب المستوطنين وألاف المستوطنين من المناطق التي تستهدف من قبل المقاومة الفلسطينية يعني حالة رعب المستوطنين حالة رعب للجيش خلافات داخلية صراعات على السلطة يعني هل هذه بالفعل دلالة وإشارة بأن مسألة الزوال ممكن تكون قابلة للتطبيق وحقيقية وقابلة للواقع نعم هم يقولوا ذلك الآن أخي لو كان هناك مجال اللي قادة الصهين يقولون أنا عندي برنامج كامل اسمه مدللات عن هيئة المشروع الصهيون من أقوالهم هم ديفيد وايز يقول عندنا نبوآت أن هذه الدولة عمرها كصير وستزول لأنها ضد الله وضد اليهود وضد الدين ديفيد وايز كنت نطري كارتا الأمر الآخر أخي الآن أنا أتصور هاي الدولة وقعوا في سوء فعلهم توفي هيرزل الذي دعا لهذه الدولة 1904 وكانت معلقة خارطة أغندا وليست خارطة فلسطين بعد موته علقوا وتصوتوا على خارطة في مؤتمر بالف سويسرا المؤتمر الثاني ونجحت أن تكون لهم فلسطين فوقعوا في سوفي لأن الله سبحانه وتعالى جعل فلسطين لها وظيفة يعني جي بهم ليقتلوا كما كتل التتار وكما كتل المغول وكما كتل الصليبيون وما كتل نابليون اللي لما حاصر عكا 63 يوم ومسك الخود ورماها قال له فتحت عكا لفتحت العالم أخي ينطبق على هؤلاء حقيقة تنقول الله سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء تصور أخي الآن من عوامل زوالهم يتصرف وتصرف أرعان كما قال أحدهم عندما نقتحم الأقصى هو قائد من قادة اليهود المسؤول عن الشابات يقول نحن فتحنا علينا يأجوج ومأجوج يا أخي أنت الآن ماذا تريد بالكسل الآن تصور لما يقول يهودية الدولة طب هذا الضابط الدرزي اللي يقاتل معك وبعض الآخرين من جنسيات أخرى يقاتل معك عندما تقول لا أريدك إذا كان مسؤول قوات الخاصة درزي فأنت لما تقولها يهودية الدولة هذا غباء والآن هم حقيقة لأن أقول لك أريد كل شيء أنا أتصور لو كان عندهم معي واستغلوا الفترة السابقة وفضيت السلام السلام المزور هذا الآن والاتفاقية أوسل وغيرها وأعطوا الفلسطين جزء من دولة ولو كانت مجردة من كل شيء الآن يمكن حفظوا قيانهم لفترة أطول لكن غباءهم أنهم يريدوا كل شيء ولا يريدوا أن يعطوا شيء هو الآن سيجرهم إلى الهاوية وكل المدللات كما قال حتى بن خلدون الدولة تشف وتشف نتنياهو أخي الآن سوئي إلى نتنياهو وقالوا هل تحتفلوا بالمئوية يعني ثم عمر الدولة 100 سنة قال لا أظن ذلك الآن لأن أكبر عمر لدولتنا كانت دولة الحشمونئين 80 سنة الآن دولة وأقول لمن يسمعني الآن وتذكروا كلامي أنا ليس علما في الغيب لكن أنا إنسان أبحث وأبحث في كل كذا أقول هذه الدولة مهما طال عمرها أكبر عمر أعطيها في خلال عفض القادم لن يكون هناك دولة اسمها إسرائيل وتذكروا كلامي لا أقول السنة الجاة وبعد شهر وبعد شهر وقد يحصل لكني أقول أقصى عمر لهذه الدولة لن تزيد عن عشر سنوات لن تكون هناك دولة اسمها إسرائيل بإذن الله لعنة المئة سنة يعني الوصول إلى هذا التاريخ لا هو أحمد ياسين كان 80 سنة على ساس جيلي يتغير بسام جرار كان 22 ولما تكلم مع بسام جرار حقيقة ليس دفع عنه أنا أعرف هذا الرجل وهو بنى على حقائق قرآنية ليس من عنده إنما هو حقائق قرآن لكني أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب لن أجوج وما أجوج طيب ما تعويش أجوج وما أجوج من 1400 سنة قال لك حذرنا من الدجال حتى ظننا أنه بين النخل ولم يخرج الدجال هو قد تكون بداية النهاية من 22 وكم تستمر لأن أخي حقيقة اللي بيدرس الإسلام بتابع الآن الإسلام مر بمرحلتين المرحل الأولى اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي كان العلو الأول الإسلام والعلو الثاني سيبدأ من فلسطين وقد بدأ إن شاء الله اللي هي بعرفة هذا العام اللي مضى الآن لكن هذه الأمور بيد الله ما بين غمضة عين وانتباهة يغير الله من حان إلى حان لكني أقول وأجزم على ذلك كما أرى الشمس هذه الدولة وهذا المشروع إلى زوال وإن شاء الله لعلنا قريبا نعمل لقاء زي هذا اللقاء في ساحة المجد الأقصى بإذن الله إن شاء الله ويكون متاهو كل عسى يكون قريبا إن شاء الله نتمنى ذلك دبطور روح لكن